صباح الخير لك هيتم صباح الخير لكل المتابعين والمشاهدين اليوم نحن نتحدث عن أمل في الحياة وإعادة الإعمار ولأنها فلسطين ستبنى بسواعد أبنائها ولأن الأمل يسكن فينا ونسكن فيه رغم كل هذه المعوقات ورغم حرب الإبادة إلا أن طلبت القطاع قاموا بتصور كيف يمكن إعادة الإعمار كانت جامعة بيرزيت قد أطلقت فيما سبق مبادرة إعادة الأمل من أجل فتح باب المجال أمام الطلبة في قطاع غزة للالتحاق بمساقات تعليمية وهذا المعرض يأتي نتاج هذه المبادرة ونتاج مشاركة طلبة غزة في مساقات كلية الهندسة في جامعة بيرزيت للحديث أكثر حول هذا الموضوع وتفاصيلهم معنا في الأستوديو الدكتور أحمد السعدة وهو عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا بك أولا نثني على هذه المبادرة ونشكر أيضا الطاقم الأكاديمي والطاقم التدريسي في جامعة بيرزيت لهذه المبادرة التي تصب في مصلحة الطلبة في قطاع غزة في البداية دعني نتحدث عن هذا المعرض وعن طبيعة مشاركة أيضا الطلبة من القطاع تحديدا في هذا المعرض وهذه الأعمال التي عرضت لهم نشكركم على هذه الاستضافة هذا المعرض مثل ما ذكرت حضرتك هو نتاج أو مخرج أحد مخرجات مبادرة إعادة الأمل لطلقتها جامعة بيرزيت لمؤازرة طلبة غزة في تعليمهم في ظل هذه الظروف التي تم تدمير الجامعات والبنياء التحتية في غزة وكان بالمعرض حقيقة هو بخص فقط دائرة الهندس المعمارية والتخطيط في جامعة بيرزيت والمساقات عرض أعمال الطلبة في مخرجات هذه المساقات في هذه المبادرة هو شارك ما يقارب 120 طالب وطالبة من قطاع غزة في ثلاث مساقات مساق تصميم خمسة وتصميم مساق تصميم ستة وبالإضافة لمشاريع التخرج وكان المعرض حقيقة تركيز على أربعة محاور المحاور الأول هو يوميات الطلبة وتوثيق نزوحهم مع رسومات معمارية أيضا توثق هذا الشيء والجزء الثاني أو المحور الثاني من المعرض هو تصورهم وتصاميمهم للمتصورة عن إعادة الأمار لغزة في هذه المساقات المطروحة والجزء الثالث من المعرض كان بتعلق بتوثيق المباني المعمارية وأيضا في لها فيرشول تورز أو لربما هنا خلينا نركز على موضوع المباني الأثرية أو المباني القديمة كان أيضا هناك تصور لكيفية إعادة إعمارها وهل فعليا يمكن يعني نحن هنا لا نتحدث عن ترميم بعادة عندما نتحدث عن المباني القديمة نتحدث عن ترميم ولكن هنا إعادة إعمار لأنها في بعض الأحيان دمرت بشكل كامل هذا مسألة مهمة جدا حقيقة وهي أيضا من الأساس الذين درسوا في هذه المبادرة وخلصوا بهذه النتيجة أنه غيرت مهمة جدا أن نوثق وأرشفت جميع الصور والمباني لأن هذا الاحتلال لم يبقى لا شجر ولا حجر وأبادها كل شيء وكان من جزء من هذا المعرض أيضا هو رحلة افتراضية داخل الجامعة العمري كانت موثقة في السابق في المستقبل إن شاء الله القريب تنتهي هذا الحرب وتزول هذه الغمة عن أهلنا في غزة وعن الشعب الفلسطيني ونبدأ بإعادة الإعمار وفي هذه الحالة إذا كان في شيء مستند عليه وصور موثقة وأرشيف موثقة وتساعد على إعادة هذا الإعمار فهي واحدة من الأشياء التي أيضا قد تكون استمر العمل فيها وفعل التوثيق لمعالم الإعمارة في غزة وأيضا كمان لضاير أنه حتد وثق الأشياء لها أيضا نضف لأن هذا الاحتلال لا يؤمن جانبه وفي أي لحظة ممكن يدمر أي شيء بالتأكيد يعني هذا المعرض هو نتاج جهود مشتركة هذا يعني أقول من طلبة القطاع وإضافة أيضا إلى الطاقم التدريسي دائما نتحدث عن الطاقم التدريسي والمتطوعين لتعليم طلبة القطاع كان الباب مفتوحا يعني ليس فقط أمام أساتذة جامعة بيرزيت وكانت هناك مشاركات من جامعات أخرى أو من أساتذة أخرى من خارج الوطن لو تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا حقيقة أن امطلقت مبادرة في البداية هي عادة الأمل والأساتذة هي فقط من بيرزيت والمساقات هي من بيرزيت صحيح لأسباب إدارية لأنه كيفية النظام ورصد العلامات وغيره هي لازم تكون ضفقة ما تطرحه جامعة بيرزيت والجامعة الأخرى تعادل ولكن حقيقة أنه تحديدا في برنامج الهندس المعمرية ومساقات التصميم لها طابع خاص بحيث أنه يحتاج الطالب إلى تغذية راجعة بمجموعات صغيرة أو واحد لواحد بمعنى أنه المدرس يعطي الطالب هذا التغذية الراجعة مباشرة ولكن العداد كانت كبيرة لمساقات في هذه المساقات كان مثل ما ذكرت كان 120 طالب تقريبا يعني في كل مساق ما يقارب الأربين فالمدرس لا يستطيع أن يتبع على هذا الميواربين فهما بشبكة علاقاتهم استعانوا وتعاونوا مع زملاء آخرين من جامعة أخرى ومن ضمنهم من الجامعة الأردنية فكان هناك عشر أعتقد من الجامعة الهاشمية في الأردن وفي مثلا من بلجيكا كانوا في جامعة كندية جزء منهم هما خرجين بيرزيت ولكن أكمل درستهم وانتشروا في العالم في حدا مثلا كان من جامعة الشارقة فحقيقة من تأذره من الكل بمعنى هذا هب في هذه المبادرة للمساعدة وتقديم المساعدة لطلبة غزة فكانوا في هذه الثلاث مساقات ما يقارب الثلاثين مدرس ومهندس من خارج جامعة بيرزيت من جامعة بيرزيت تقريبا سبع الأساسيين الذين كانوا الجامعة الإسلامية خمسة أعتقد الجامعة الهاشمية ما يقارب العشرة والآخرين موزائين في أماكن مختلفة في جامعة كندية وجامعة بلجيكية وحدا من الشارقة ونعمة غيره جميل يعني عندما يفتح باب التطوع نرى الجميع يهب لمؤاثرة القطاع إن شاء الله نتحدث عن آلية تعليم الطلبة في ظل هذه الظروف الغير اعتيادية نحن نعلم بأن طالب الهندسة لربما يحتاج لمواد حتى لإتمام مشاريعه يحتاج لو أبسط الأمور إلى هدوء أثناء الدراسة ولكن كل هذه العوامل غير متوفرة وحتى أن الإنترنت غير متوفرة بشكل كامل فما الذي فعلته كلية الهندسة لتجاوز كل هذه العقبات هل كانت هناك حلول بديلة لا حتى نضمن أن الطالب يحضر المحاضرات ويستفيد بشكل كامل كان اهتمد تحدي كبير حقيقة للمواصلة التواصل مع الطلبة في غزة وخصوصا أن هذه المبادرة إعادة الأمل والمساقات التي تطرح كانت هي إضافة على الأساذة في وقت ما بعد الدوام تقريبا ساعة الرابعة عصرا أو الخامسة عصرا في هذه الحالة ولكن وقت المحاضرة ممكن يكون هذه الظروف في غزة لا تسمح للطلبة بالالتحاق بالمحاضرة فكان من الأشياء أنه ضروري تسجيل هذه المحاضرات للطلبة لسبب انقطاع الإنترنت أو لسبب ربما النزوة فهذه اللحظة أنهم يرجعوا لهذه المحاضرات بالإضافة لعمل مجموعات من خلال واتس أب أو تواصل أخرى للتواصل مع الطلبة حين تسمح ظروفهم بذلك فهذا هو من الأشياء التي حقا أنجحت هذه المساقات أنها تستمر أن يظل التواصل مع الطلبة وأنهم يظلهم استمرين حتى نهاية المساق فهم ما تسربوا الأربعين طالب نعم يعني لما يتعلق بالمبادرة بشكل عام إعادة الأمل والتي هي نجاءت كما ذكرنا من جامعة بيرزيت العدد الذي تقدم أو الذي رغب ولا ربما لم تسمح له الظروف لربما هو أكبر من العدد الحالي فكم عدد الطلبة الذين يلتحقون الآن بهذه الدورة التي أطلقتها جامعة بيرزيت بشكل عام ليس فقط في الهندسة جامعة بيرزيت أطلقت المبادرة عدد الأمل على مستوى الجامعة ككل وأبدأ عدد كبير تقريبا كم ما يقارب ليس أن هذه رقم دقيق ولكن أعتقد حاليا اللي هم أبدوا استعدادهم هما ما يقارب الأربعة ألاف طالب وطالب من غزة بالالتحاق بهذه الدورة وإن شاء الله ستطرح أيضا الدورة القادمة تقريبا هذه الدورة انتهت مدتها كانت شهرين سيكون في دورة صيفي أيضا للتعويض للطلبة نعم هي راح تطرح لطلبة الغزة بشكل خاص يعني غير مشتركين مع طلبة الجامعة أساس أنها تدائم احتياجاتهم فهي راح تطرح أيضا كمان دورة والأمل أنها تستمر مرة أخرى هي ليست بديل لما هو في غزة ولكن للأسف هي عملية إسناد ورفع أيضا من معنويات الطلبة حتى لا يشعروا بأنهم مغيبين بشكل كامل عن العملية التعلمية وهذا ما يرنو له الاحتلال هو إحباط عظيمة الغزة وأخيرا لربما نأتي على ذكر إحدى الطالبات التي كانت في مصاقات الهندسة في البداية واستشهدت هل لديكم معلومات عن الطلبة الذين يشاركون معكم في هذه الدورة وهل لربما تفقدون أيضا منهم للأسف الوضع لا يخفى لأحد في غزة ومتوقع وهذا شيء مؤسف ومأساوي ما يحدث أن الطالب يفقد حياته خلال انتظامه في هذا المساق وحقا في طلاب يتغيبوا وكيف نقول أنهم ببطل يظهروا في الكورسات ولكن ما بنعرف إما لعب النزوح وإما يكون قد غيبهم الاستشهاد نعم لأسف ما فيه إحصائية محددة أن نقدر نضبط هذا الموضوع أشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد السعد عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا ونشد على أيديكم في هذه المبادرة ونتمنى أن تتلوها أيضا مبادرات أخرى من كافة الجامعات الفلسطينية لمؤازرة طلبتنا في القطع شكرا لك شكرا لك